وأوجه رئيس سيسي شكرا لأهالي سيناء والأسر التي قدمت أبنائها وضحت نتيجة للعمليات الإرهابية التي شهدتها سيناء أضف رئيس سيسي أنه يجب أن يشعر أهالي سيناء أن الدولة تعمل بهم في تنفيذ أعمال التنمية بشكر كل أهالي سيناء وبقول لهم الأسر اللي قدمت أبنائها وضحت من أبناء سيناء واللي عانوا واللي خسروا أبناء نتيجة العملات اللي بتتمي دول يعني يعني عزقنا أن كان التمن ده هو تمن يعني تنقية التخلص من آفة موجودة صدقوني كان الهدف منها أنها تفقد الدولة المصرية هذا الجزء العزيز من أرضنا تفقدوا لأنه نحن النهاردة كان الشرطة مش قادرة تتحرك الجيش مش قادر يتحرك الجيش الدولة مش قادر تتحرك لا قادر تعمل تعليم كويس ولا قادر تعمل صحة كويسة ولا تعمل استثمارات الناس يشتغل وتاكل عيش بدليل هو أنتوا اللي ما كنت تتجي تعمل الطريق كانوا بيخلوكوا تعملوا الطريق اللي بتيجي تعملوا مشروع كانوا بيسيبوكوا تعملوا الكلام ده طب ليه طب اللي بيتعمل ده مش بيتعمل لي نحنا لكن بيتعمل للناس فضل هدفوا الهد لكن احنا هدفنا البناء صحيح فالفكرة كلها أنا عايز أقول لكم من الفترة الجاية دي احنا هنتحرك ان شاء الله بخطة كبيرة قوي محتاجين جهدوكم فيها ومعدلات عمل وتنفيذ تحسس أهلي نفسينا تحسس أهلي نفسينا أن الدولة المصرية بتشتغل بهمة لأن ما بقاش في عذر بقى ولا يا محمد مش كده ما بقاش في عذر لا لينا ولا ليكم